الأصل في أن العين والسحر والحسد قبل هذا كله أنا بسأل سؤال ما هي وظيفة الشيطان الرجيم بعد أن طلد من جنات النعيم له وظيفتين أو وظيفة واحدة مزدوجة الأولى إخراج الناس من السعادة والثانية إخراج الناس من الجنة ولذلك إذا سجد ابن آدم بك الشيطان فكاء مرا دعي إلى السجود فسجد وله الجنة ودعيت إلى السجود فلم أسجد ولي النار فهو يريد يحرمنا من الجنة لأضلنهم أجمعين إلا عبادك ولا أتينهم في الآية من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية إذن الشيطان ماذا يريد؟ يريد أن يحول بينك وبين السعادة في الدنيا وبينك وبين الجنة في الآخرة ومن هنا انقلاب الحال في الحياة انقلاب الحال في البيوت انقلاب الأسر بدون أسباب معلومة يعني واحد يقول أنا أشعر بضيق صدر صليت الفجر قال لا يا حبيبنا وأنكر المشكلة فيك ذكرت الله ما ذكر الله قرأت من القرآن أبدا قرأت في سورة البقرة في البيت أبدا أنت متوضأ لا تشوف مقاطع والله طيب أنت هذا الذي أنت فيك نوع من العقوبة المعجلة لكن إنسان لا لا يعلم من نفسه شيء سبب هذا الضيق ولا انقلاب الحال و ذلك يشعر بهذا يشعر بالألم هنا نقول ما الآثار أولا أعطيكم بعض الآثار دون أن تطبقها على نفسك لأن الإنسان قبل ذلك قد يؤتى من معاصيه و قد يصاب بالعين من غفلته قد يؤتى من المعاصي و قد يصاب بالغفلة بسبب الغفلة يصاب ما هو فيه نعم في بعض البيوت أعطيك أمثلة بعض البيوت بعض الأزواج يقول أنا أشتاق إلى أهلي حتى أدخل البيت فإذا دخلت البيت انقلب الشوق إلى نفرة و ابتدأت في سرعة غضب لا أجد لها مبررا بدون أي سبب بدون أي سبب مشتاقية يصل للبيت من يوم يدخل البيت إذا الزوجة اللي كان مشتاق إليها والأبناء إذا هم كأنهم أعداؤه انقلاب كراهية بلا سبب بلا سبب تجد يعني في ضيق هذا من آثار أنك تحتاج إلى أن ترقي نفسك ولاحظة قلنا ترقي نفسك إذا انقلب الألم النفسي الألم الذي سببته العين إلى شيء عضوي أو نفسي ما يعني ذلك أنك لا تأخذ العلاج وهنا لا بدنا نتوقف قبل ما أذكر لا يعني كلامنا أنك لا تذهب إلى طبيب عالج لكن اعلم أنك تحتاج إلى الرقية مع العلاج الآخر قال إذا سببت العين السكر أو الضغط فأنت تحتاج إلى علاج السكري والضغط مع رقية نفسك حتى يخرج منك هذا الحزن إذن الأول تغير الأخلاق الغير الغير يعني تغير المزاج بلا سبب بلا سبب اثنين الغيرها القاتلة على أهله على أهله من غير ريبة أو المرأة تغار على زوجها غيرها ما كانت تعهدها كانت الأول يعني كل واحدة الغير أصلها التعبير للحب بين الزوجين إذا زاد حده صار مرض وإن كان بلا سبب ولا بلا ريبة صار مرض تجد أنها تغار وتستثيرها كل كلمة وتشك في كل الطريق ودائما شكاكه ودائما تقول لا ما تصدقه وهو يقسم الأيمانة والأيمان والله ما رحت والله ما جيت وتأخذ الجوال وتفتش الجوال وتتصل على أم فلان زميلة وطلع من عندكم الساعة كم وين راح وتق وتشتم إلى إلى إلحيته وإلى ثوبه وغترته وتفتش في أدراجه ودائما يربط الشيطان بين بين أحداث لا رابط بينها حشان تصدق هذا هذه الغيرة القاتلة الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فالغيرة التي لا سبب لها وهي نفسها تلوم نفسها عليه بعد نهاية الموقف الذي صار فيه حزن ولذلك أنتقل إليه الطلاق بلا سبب وقد يكون هذا من الغضب وقد يكون بسببه أن الشيطان تغير الأفكار بين الزوجين تجده يطلقها فلما طلقها بدأ يلوم نفسه والله ما تحذي والله ما يسوى الموقف هذا أنا حتى بعضهم يجي يستفتي يقول يا شيخ أنا الآن أموت ألف مرة ليس هناك سبب طلقت بأرتاح فازداد الألم بعد ذلك إذن كان الشيطان كان الشيطان لك بالمرصاد منها أيضا الأمراض أمراض العضوية يا شيخ أمراض عضوية أو نفسية كلا المرضين يدخل في البدن قد يكون عضوي وقد يكون نفسي وقد يكون نفسي وعضوي يعني أمراض القلق اللي هو بداية بداية الأصول إلى نقطة الاكتئاب وما بعدها القلق هذا الزائد الخوف على الخوف الخوف قد يكون خوف مرضي وقد يكون سببه العين يعني الخوف مثلا من المرض أنا أشعر بالقولون وأشعر بزغللة في العيون وبرودة في الأطراف وأشعر برعب وخوف داخلي أخشى فإذا ذهب إلى الطبيب قال الطبيب له بدنك سليم لا داء فيك وكثير بعضهم يقول أنا أشم روائح كريهة وكل من حوله يقول والله ما في شيء والله ما في شيء الأرق بلا سبب حل الغدد حل الغدد تجد أنه لا ينام لا ينام الأحلام المفزعة الكوابيس الجاثوم اللي يجتم على صدره تجد أنه معنى ذلك أنك تحتاج إلى الرقية وتحتاج إلى علاج هنا ولذلك من الخطأ الكبير أطباء يطردون الناس من الرقات ورقات يطردون الناس من الأطباء يا أخي لحد يطرد أحد الطبيب يستطيع يقول هذا دواءك أنت لديك أسواس قهري ويحتاج إلى دواء وهذا الدواء تأخذه وعليك بالرقية يربط بينها نعم والراقي يقول هذه الرقية واذهب إلى الطبيب النفسي واخذ الدواء منه حتى يهدئك قليلا ويجعل الإلحاحات التي عليك ما تقلب حياتك وذلك يا أخي هذا ترى بعض الناس يعتقد أن الداء الذي أنزل الله له دواء فقط لأدويها العضوية لا يا أخي الحبيب المرض النفسي دواء مما أنزله الله والمرض العضوي دواء مما أنزله الله أنا لعلي أقل بالسؤال في بعض الأسر يسكنوا معها شياطين نعم يعني في تحت كل باب وفي كل دورة مياه وتحت كل لحاف شيطان وفي أسر الملائكة يملؤون البيت بيت يمتلئ بالملائكة لكثرة ذكر الله فيه وإبعاد الصوت التصاويري ونحوها وتلاوة كتاب الله والصلاة في كل زاوية هذا يسلي الضحى وفي قيام الليل الأم هنا والأب هناك وكل يذكر الله أهو كذاك البيت الذي فيه بعض التعري وفيه بعض المعاصي الظاهرة والتي لربما لا يصل فيه إلا قليلا ولا يذكر الله إلا قليلا نعم هناك أسر منزوعة الحصانة ولذلك يتسلط عليها العين ويتسلط عليها الحسد ويتسلط عليها السحر في بعض البيوت كاد الشيطان يعني بعض السحرة أعطي آلاف بل مئات الآلاف لكي يسحر أحد أبناء هذه الأسرة في بيته فعجزوا السبب السبب لأنه يقول كل ما عمل من عقد ونفث احترق قوة نور الحق والقرآن تحرق تعاويد الشيطان الله وبعضهم ما يحتاج أن يرسلها فيقول أعطوني فقط لها شيئا أو أثرا أو اسم أم أو نحوه في البيت كله يحترق عياذا بالله بسبب كيد واحد لذا ابتداء أقول هناك أسباب أولها الذي ذكرت قلة ذكر الله يعني البيت الذي أسأل الآن سؤال للمشاهدين جميعا متى آخر مرة قرأت سورة البقرة ليس في الراديو ولا أتكلم عن الشريط ولا السيدي تكلم أنت أنت أو أنت أنت قرأتم سورة البقرة بصوت مسموع في وسط البيت بصوت منكم أنتم إما تعاقبتم عليها الابن قرأ أربعة أوجه والأم عشرة والأب عشرة لأن انتهت أو واحد منكم جلس في صالة المنزل ألف لام ميم بعد استعادته حتى فانصرنا على القوم الكافرين وانتهى من سورة البقرة آخر من رمته الصدق بيوت نعم لهم فيها عشر سنوات ما قرئت فيها سورة البقرة شيخ يشغلون الرادو أولى لهذا القائل يقرأ وهم أصلا منصرفين انصراف كامل عنه يسولفون يضحكون أحد أسباب عدم استفادة البيت انشغالنا عن التدبر اللي ما نسمع لو استمعنا لسورة البقرة وهو يقرأها فيها بركة الله صلى الله عليه وسلم يقول وأخذها بركة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة لكن وهي معها المطبخ تصلح للغدا ولن يسولفون بعضهم القرآن هناك ومعزوف الشيطان هنا إذن سورة البقرة إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان قاله صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة أن البيت الذي لا تقرأ فيه يدخله اثنين قلة التسمية بسم الله تلاحظ بعض أطفالنا إذا خاف قال يم صدقت أمك تحتاج أن تسمي كما أنك تحتاج يا أبوني إلى أن تسمني بسم الله وشرح المعنى الله رسول عليه وسلم يقول ستر ما بين أعينكم وأعين الجان قوله بسم الله وهم يروننا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بسم الله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا من الشيطان إذا ما قلت بسم الله عند قربانك لآلهك الشيطان يقرب أبنائك فيوسوس لهم ويخوفهم ويحزن قلوبهم ويكيدهم الثالث التعري وهذا الداء ابتلين فيه يا شيخ ابتلين فيه يا بني آدم لا يبتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما نزع اللباس في بنات يلبسون يا شيخ يلبسون في بيوتهم شيء يجعل اللي ما فيه حياة يستحي يعني قليل الحياة يأتيه الحياة من لبس بعض الفتيات بنت عمرها عشر وثناعش وثلاثة عشر وخمسطعش وإلى غيره لابس الاستريتش اللاصق وطلع الصدر وطلع الظهر ومصيبة ثم إذا ذهبوا إلى النكاح إلى الزواجات صار من عرف بعض النساء التعري و لابد أن يخرج كثيرا من جسدها أكثر الجسد يكشف و لا يستر للقليل مصيبة هي تستر القبيح و تظهر الحسن الذي كان حسنا لو ستر فيكون الجسم كل قبيح يا أخي الزينة الله أنزل علينا الزينة و لذلك الشيطان من كيده لماذا وسوس لأبينا و لأمنا الشيطان سؤال لماذا وسوس ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما يعني هو عندما وسوس لأبينا آدم أن يأكل مع أمنا حواء من الشجرة حتى يسقط اللباس الآن بعضهم يا أحبابنا صاروا يسقطون اللباس بدون وسوسه يعني بإخراجهم من الجنة و إذا خرجنا من جنة العفة إذا خرجنا من جنة العفة دخلنا في نار الشيطاني و في وسوسته كنا نذكر الأسباب قلنا من الأسباب التعري و غيره من الأسباب إظهار النعم التي ما تظهر غالبا يعني عندنا مشكلة الآن عكس ما سألت هو الآن الإسنابات و ما رأيكم في الإسنابات خاصة البنيات خاصة الفتيات الآن الفتاة لو تريد أن تصنع هذا هذا شيء ترى برد ما أشرب لا أشرب لكن الآن أريد أن أشرب تجد أني أضع الجوال و أضع بجواره ورده ثم أرسله و تروحي للكفي أو يسمونها المقهى أو تذهب إلى مطعم أو تشتري أس كريم أو تشتري لو فصفص يا حبي يا شيخ ولو تشرب ماء بدأت تصور من أكبر أسباب إصابة الإنسان بالعين إبراز النعم الخفية أما النعم الضهي يعني الإنسان طويل ما يقدر يخفي طوله وإنسان سمين هذا خلق الله لكن لا يجي يقول أنه سنسافر و اشترينا و اختفينا و رحنا المطاعم يا أخوان لا تدخلوا شيخ والله تلقاك هذا واقع افتراضي أين يعني حالي يصور شيء جيبك الجانب و تلقى حياته مكدوسة صحيح يظهر شيء و ما هو صحيح ما هو عايشه بعض البنات لو راحت الكاميرا يمين طلعت مآسي و لو راحت يسار طلعت مصائب هي مركزة على الصورة التي تريدها هي بل إن بعض الناس أكلوا طعاما فما نزل إلى أجوافهم بسبب أنها أرسلت سناب قبل هم لما قاموا و بدأوا يأكلوا ما قالوا بسم الله فدخل عليهم قبيلة شياطين فأكلت معهم و دونهم و سببت الشحنة الثاني الذي ذكرت و هو أن بعض الأسر تخاف من العين أكثر من الله و تختفي عن مباهج الحياة ظنا أن اختفاءهم و رد أن عثمان رضي الله عنه عندما رأى شابا طفلا قال دسموا دسموا نونته كان الطفل جميل جميل جدا و أنا ما نقدر أن نخفي جمال البنت و لا الولد كيف دسموا نونه قال ضعوا السوادة هنا و قيل هنا يعني في اللي يسمونها الغمازات ضعوا سوادة لعله أن يكسر النفس الناظرة إليه فلا تتسارع عليه لنطفل و لو كان بالغ لقال له اذكروا الله فعوذه و لكن قال دسموا نونته من باب بذل السبب و لذلك نقول لكن إذا كان الإنسان منعته من صلة رحمة لا نروح لزواجات و لا يروح للاستراحات أبناء عمهم و لا يجتمعون و يخافون و بعض الناس سبحان الله تزوجت بنتهم ثم حملت و قالوا لا تعلمون الناس بحملها بالعكس فيما قالوا أنجبت شهقا أهلها من قبيلتها متى حملت عشان تلد فصابتها العين من حيث هم ما يريدون أن يخفوا عنها هذا الأمر دائما عند تجدد النعم و لا يوجد تحصين من صاحب النعمة تتلوم عليه نفسه و تختلف أخلاقه و تغير طباعه و إن كانت العين قد أصابته و صابت أهله بعد إن جاب هذه و إن جاب الإنسان هذه نعمة من النعم يفتح الله لك بابا من أبواب الرزق بسبب هذا الإبن و هو من العمل الصالح الذي يبقى الإبن الصالح فلربما تغيرت بسببها العلاج يسير سنذكره في آخر الحلقة و لذلك نقول لأخينا يونس يا يونس اصبر فنبي الله يونس كان في قاع البحر و في ظلمة الليل و في ظلمة البحر و ظلمة بطن الحود فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين بالذكر و بالرقية تعود الحياة من جديد بإذن الله شيخ سعد و نحن على مراحل نهاية حلقتنا ليونس لمن يشاهدك من الأخواء و الأخوات ما يعني يفعل الإنسان حتى يحصن نفسه من شر الجنة و الناس و من شر العين و الحسد و السحر ماذا يفعل المؤمن و المسلم طيب إذا علمنا بأن الإنسان قدره في هذا الحياة أن الغاسق إذا وقب لا تراه عينه ما معنى الغاسق إذا وقب هو الليل هو كل شر يختفي عن عيني أنا أقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من خلق أول من خلق ربي أنت نفسك التي بين جنبيك تستعذ بالله من شرها استعذ بالله من شر كل غاسق إذا وقب كل الشرور فوق الأرض التي لا تراها عينه كمين كيف أتحصل؟ كيف أحفظ نعم الله علي حتى لا ترحل؟ أنت في الدنيا محاط بالشرور محاط بجن محاط بإنس محاط بساحر محاط بـ ولذلك لاحظوا في سورة الفلق و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد إذا حسد قالوا لأنه لا يسحر إلا حاسد و أنت فيها الكون كله تحتاج إلى حفظ إذن لا بد أن تحفظ الله ليحفظك أولا أول سبب للحفظ لزوم ذكر الله آناء الليل و أطراف النهار نعم ذكر الله و يكفي في ذلك الورد بعد صلاة الفجر يبدأ الورد الصباحي بعد صلاة الفجر و الورد المسائي من بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر إلى المغرب يعني أذكار الصباح و المساء و يكفي في ذلك لو أن تقول ذكر واحد من قلب هذ الذكر بدون أن يتواطأ اللسان مع القلب ما ينفع لو تقول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و هو السميع العليم من قلبك ثلاثا في الصباح حفظك الله إلى المساء و إن قلتها في المساء حفظك الله إلى الليل يوافق قلبه لسانه لا بد و إلا فإن الله لا يقبل دعاء من قلب له ثنين عند الخروج من البيت لا بد أن تتذكر بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ماذا يقول؟ يقول لك الملائكة هديت ووقيت وكفيت و لا يعترضك أحد يتنحى عنه الشيطان يتنحى الشيطان عنه ذا خلاص انتهى الثالث الصلاة على وقتها تأخير الصلاة تأخير الصلاة فك للحصانة جميل الرجال جماعة والنساء في بيوتهن و لذلك نلاحظ البنت اللي تأخر الصلاة و الولد اللي أخر الصلاة حياته متأخرة دائماً و دائماً مهموم و وسوس و تعبان الصلاة الأمر الرابع أيها الأحباب بسم الله في لسانك عند خلع ثيابك عند لبس ثيابك عند دخول قبل دخول الخلاء عند الطعام عند الشراب عند إتيان الآل حتى يكون الإنسان في حفظ و في حرز منها أيضاً قراءة آية الكرسي قبل النوم بصوت تسمعه و بقلب حاضر بعضهم يتثائب و نايم و يقول قريتها في قلبي و يجيه الشيطان فيوسوس له و فيه هذا لأنها ما نفعتك لأنك ما تواطأ القلب و لا بد من القرآن أن يسمع لا بد للقرآن أن يسمع الله لا إله إلا هو تقرأها قبل النوم و اللي أخبرنا أنه لا يضرك شر و لا شيطان هو الشيطان و نفسه و قال الحبيب صدقك و هو كذوب أذكار ما بعد الصلاة جميع الشيط أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قراءة آخر آيتين من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتا تكفيه الشياطين و شرهم و تكفيه لربما بعض أهل العلم قال قيام الليل يا أخي الحبيب أن تكون على وضوء دائما فإن المتوضع الدائم الوضوء و دائم الصلاة النوافل لا يأتيه الشيطان و لا يستطيع أن يخترق الحصان الحصانة الرقياة عند تغير الأمر بعضنا يا أخي يقول عند التعرف راقي يا أخي أنت راقي ليه تخلي الناس يرقون أهلك الله ما ابتلاك إلا بيسمع منك أحسنت اقرأ على نفسك و كيف تكون الرقية ضع يدك على رأسك أو على رأس من أحد أبنائك أو محارمك و استعذ بالله من الشيطان الرجيم و اقرأ الفاتحة سبعا و اقرأ آية الكرسي سبعا ترى سبعا لأنها وتر و إلا ما ورد في السنة تحديد العدد لو قرأتها مرة كفى الفاتحة سبعا آية الكرسي أعظم هذه أعظم سورة القرآن و أعظم آية آية الكرسي سبعا أواخر البقرة المعوذات سبعا و أنفث وعمم على نفسك أو أنفث على ماء واشرب أو زيت ودهن و أبشر فإن العافية تنتظرك